السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على قناة American English with Shima فإن شاء الله أنتم تشاهدون الدرس الثاني من كورس المحادثة المستوى الثاني أنصحكم 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 إذا لم تكنوا قد شاهدتم المستوى الأول وأتممتم المستوى الأول هذا المستوى سوف يكون صعب جدا عليكم أنتم حقا بحاجة لكي تشاهدوا وتدرسوا المستوى الأول قبل أن تستطيعوا أن تقوموا بالمستوى الثاني في هذا الدرس الجميل جدا لازم نتمرن على استعمال الحادر البسط الإنجليزي في محارثات متنوعة كذلك نتعلم مصطلحات وتعابير جميلة جدا ومفيدة جدا ومهمة جدا لكي نكون مؤهلين وقادرين على التحدث باللغة الإنجليزية وكذلك هناك دروس أخرى خفية والتي هدفها أن تحسن مهارة النطق عندك فنشاهد الدرس لا تنسى الاشتراك في قناتي هذه وكذلك الاشتراك في قناتي الثانية للفلوغات والمعلومات العامة ونسائح أخرى كذلك كذلك تابعني على مواقع التواصل الاشتماعي قبل أن ندروس ونتعرف على محادثات اليوم أريد أن أقوم بتعريفكم على أسماء أيام الأسبوع باللغة الإنجليزية لأننا فعلا سوف نحتاجهم في هذا الدرس إذن لدي أيام الأسبوع مرتبة من الاثنين إلى الأحد هنا سوف أقوم بقراءاتهم المرة الأولى الوحدي والمرة الثانية قم بالتكرار بعدي هذه المرة القادرة إلي إذن هذه هي أيام الأسبوع باللغة الإنجليزية سهلة جدا إن أردت أن تعبر عن عدة أيام يعني إن أردت أن تقول أيام الاثنين إن أردت أن تقول ألعبوا الكرة أيام الاثنين يعني كل اثنين ألعبوا الكرة يمكنك أن تقول تستعمل Mondays إذن تضيف S إلى Monday فتصبح جمع فتقول Mondays أيام الاثنين أو Tuesdays أيام الثلاثة كل ما عليك هو أن تضيف الـ S لنشاهد المحادثة لا ألم إن كنتم قد لاحظتم ذلك ولكن أنا أحاول دائما لكي تترسخ الكلمات والتعابير الجديدة في ذهنك أحاول أن أكرر بعدها في عدة دروس في عدة فيديوهات لكي لا تنساها أبدا وتصبح طبيعيا عندك بما أننا قد وصلنا إلى الدرس الثاني من المستوى الثاني من المحادثة الآن جاء الوقت وحان الوقت أن أقوم بقراءة المحادثة باللغة الإنجليزية أولا ثم أقوم بالتفسير إذن الآن سوف أقوم بقراءة هذه المحادثة باللغة الإنجليزية فقط وعندها سوف أقوم بتفسير المحادثة كلها كل ما عليك الآن هو أن تسمع استمع جيدا هذا مهم جدا كذلك لمهارة السمع وكذلك مهارة النطق يعني حاول أن تركز على كيف أن تقوم الكلمات hi Sarah how are you I am good, thank you I haven't seen you for a month yeah I am always busy are you busy the whole week yes I am how do you spend it mondays through fridays I work from 8am to 5pm ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أهلا سارة كيف حالك؟ فأجابتها سارة وقالت I am good أنا جيدة Thank you شكرا لك I haven't seen you for a month لم أراك لمدة شهر A month أو month يعني شهر Yeah أجل I am always busy I am أنا always دائما busy Busy تعني مشغول أو مشغولة تذكروا أن yeah لها نفس معنى yes فقط أن yeah هي للمحادثات العامة اليومية Are you busy the whole week؟ إذن قالت لها هل أنت مشغولة الأسبوع بكامله؟ Are you busy the whole week؟ إن كنت قد شاهدت مستوى الأول من كورس الأزمنة والقواعد أنت تعرف كيف تسأل أسئلة مثل هذه أسئلة مع الفعل B Are you busy the whole week؟ Whole Whole تعني كاملا The whole week الأسبوع بكامله Yes I am نعم How do you spend it؟ كيف تقدينا؟ How do you spend it؟ Spend تعني قد يقضي إلى آخره أنصحك أن تقوم بكتابة الكلمات الجديدة في دفتر Mondays through Fridays I work from 8 a.m. to 5 p.m. يبدو لكم أن هناك الكثير من الكلمات في هذا الصندوق الأول ولكن فعلا جملة بسيطة جدا فإذن أيام الاثنين إلى أيام الجمعة قصدها هنا من الاثنين إلى الجمعة إذن Mondays through Fridays من الاثنين إلى الجمعة I work أعمل from 8 a.m. to 5 p.m. أعمل من الثامنة سباحا إلى الخامسة مساء from هي من وقت تعني إلى أجابتها سارة وقالت Wow That's a lot هذا كثير A lot هي كثير What about the weekend؟ ماذا عن الويكيند؟ What about يعني ماذا عن هتذكرون الدرس الذي قمنا به عن What about and how about كان ذلك في المستوى الأول قالت الأمر أخرى On Saturdays فإذن إن كنتم قد لاحظتم يمكن أن نقوم بكتابة اسم أي يوم في صيغة الجمعة فعلى سبيل المثال يمكن أن نقول Saturday والذي هو يوم السبت Saturday هو يوم واحد سبت واحد Saturday إن أضفنا S يصبح Saturdays يعني أيام السبت يعني مجموع الاسم سبت فإن قالت لها On Saturdays أيام السبت I volunteer in the city hospital I volunteer volunteer تعني تطوع يتطوع أتطوع في مستشفى المدينة hospital طبعا هو المستشفى سيري هي المدينة إن كنتم تذكرون دائما أقول لكم أن في اللغة الإنجليزية الصفة تصبيق الكلمة لا تقول لا نقول التفاحة لذيذة نقول لذيذة التفاحة يعني هذه طريقة مبسطة لكي أفسر لك ما أقصده الصفة تصبيق الكلمة The city hospital On Sundays أيام الأحد On Sundays مرة أخرى قمنا بكتابة كلمة أو اسم الأحد والذي هو Sunday في صيغة الجمع أضفنا S On Sundays I just sleep the entire day أنام اليوم بكامله إذن The entire I don't تعني كاملا إذن في هذا الدرس علمنا كلمة whole قلنا أن whole تعني كاملا و entire كذلك تعني كاملا فإذن يمكنها أن تقول هنا I just sleep the whole day كذلك يمكنها أن تقول I just sleep the entire day نفس المعنى أنام اليوم كله Sleep نام ينام Sleep فأجابتها سارة وخالت I don't blame you أنا لا ألومك هل تذكرون I don't من الدرس الأول من كرس الأزمنة والقواعد المستوى الثاني I don't blame you blame لا ما يلوم I don't blame you لا ألومك الآن سوف نقوم بتمرين له علاقة بهذه المحادثة التي قد درسناها الآن فلديك 30 ثانية لكي تقوم بملء الفراغات في هذه المحادثة كذلك يمكنك أن توقف الشاشة وأن تقوم بكتابة المحادثة والإجابات على الدفتر إذن لديك خياران 30 ثانية تبدأ الآن انتهى الثلاثونة تانية فلنرى الأجوبة إذن هذه هي الأجوبة الصحيحة المحادثة التانية مرة أخرى سوف أقوم بقراءة المحادثة باللغة الإنجليزية فقط ثم سوف أقول بترجمة وتفسير المحادثة ترجمة 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 نانسيقا نعم سوف أمود ترجمة نانسيقا Yes grandma I play sports every day What sports do you play? On Mondays I play tennis On Tuesdays I play football On Wednesdays I play baseball On Thursdays I go biking with my friends On Fridays I play golf with my dad On Saturdays I play softball with my brother On Sundays I visit you grandma What about college? I don't know I don't want to worry about it for now We need to talk then إذن فلنقوم بترجمة وتفسير المحادثة فلنفسر هذه المحادثة Do you still love sports a lot? Do you still love sports a lot? إذن love تعني أحب يحب Sports الرياضات a lot تعني كثيرا كما قلنا سابقا فأجابها Yes grandma نعم جدتي I play sports every day I play ألعب بالإنجليزية نقول ألعب الرياضات بالإنجليزية نقول ألعب الرياضات I play sports ألعب الرياضات كل يوم What sports do you play? أي رياضات تلعب الآن سوف يعطيها لائحة من الرياضات التي يلعبها كل يوم لأنه يلعب رياضات مختلفة كل يوم فإذن سوف يقول لها On Mondays I play tennis أيام الاثنين ألعبوا التنس On Tuesdays I play football أيام الثلاثاء ألعبوا كرة القدم On Wednesdays I play baseball أيام الأربعاء ألعبوا البيسبول On Thursdays I go biking with my friend أيام الخميس أقوم بسياقة دراجتي مع أصدقائي My friends هي أصدقائي وطبعا with تعني مع With my friends مع أصدقائي On Fridays I play golf with my dad أيام الجمعة ألعبوا الغولف مع أبي مرة أخرى With مع أبي My dad My dad إن شاء الله الدرس القادم من سلسلة البوكابري سوف يكون عن العلاقات الأسرية وأسماء أفراد العائلة إلى آخره On Saturdays I play softball with my brother أيام السبت ألعبوا السوفتبول مع أخي On Sundays I visit you grandma أيام الأحد أزورك جدتي I visit you Visit هي زارة يزور إلى آخره I visit you أزور كي I visit you Grandma What about college فقالت له جدته مستعجبة أو ربما غاربة ماذا عن جامعتك في اللغة الإنجليزية نقصد ب College الجامعة ليس المدرسة قالت له What about your college لأنه يقوم بكل هذه الأشياء كل يوم ماذا عن دراسته فقال لها I don't know لا أعرف Know يعني أرف يعرف I don't want to worry about it for now I don't want لا أريد Want هي أراد يريد إلى آخره I don't want لا أريد To worry أن أقلق Worry هي قلق يقلق About it For now لا أريد أن أقلق على ذلك الآن Now هي الآن فإذا أجابته هي غاضبة We need to talk then إذن علينا أن نتحدث فباللغة الإنجليزية إن أخبرت شخصا ما وقلت له We need to talk We need to talk نحتاج أن نتحدث عادة يكون أمر مستعجل وأمر جدي أمر مستعجل وأمر جدي فتقول We need to talk Then تعني إذن في المحادثة الثانية تعلمت الكثير من أسماء الرياضات والأنشطة اليومية التي يقوم بها الناس الآن لديك فرصة أن تقوم بهذا التمرين فلديك ثلاثون ثانية أو يمكنك أن تقف الشاشة وتحاول أن تملأ الفراغات بالكلمات الصحيحة حاول أن تتذكر الكلمات ثلاثون ثانية تبدأ الآن ثلاثون ثانية انتهت فنرى الإجابات الصحيحة إذن هذه هي الإجابات الصحيحة إذن جاءت فقرة الوساية والتمرين المنزلي تمرينك المنزلي هو التالي أولا حاول أن تتعلم وكذلك تتذكر الكلمات الجديدة التي تعلمتها في محادثات هذا الدرس حاول أن تتعلمهم كلهم كما قلت لك أفضل طريقة لكي تترسخ الكلمات في ذهنك هي أن تستعملها لذلك نصيحتي الكبرى هي أولا أن تحاول أن تقوم بالتمر على هذه المحادثات مع شخص من عائلتك أو أصدقائك كذلك قوموا بالتمر على هذه المحادثات أو محادثات مشابهة في صندوق التعليقات تحت هذا الفيديو حقا أتمنى أن أراكم متفاعلين جدا وتقومون بمحادثة جميلة وسلسة تحت هذا الفيديو الأخطاء ليست مهمة من الأخطاء نتعلم كذلك أنا دائما أقوم بإرشادكم وبتصحيح إجاباتكم إذن حاولوا أن تبدأوا وتكملوا كذلك محادثة جميلة في صندوق التعليقات وطبعا أعطيكم دائما رأيي وتصحيحاتي على قدر الإمكان وعلى قدر الوقت أتمنى أن يكون قد أعجبك الدرس لا تبخل عليها بضغط زر الإعجاب إن كان قد أعجبك كذلك شارك الدرس مع الأصدقاء والعائل إن رأيت أنه مفيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته